فرارو إلكابو من السجون خواكين جوزمان المعروف بإلكابو كان زعيم عصابة سينالوة وأصبح أكثر مهرب مخدرات مطلوبا في المكسيك لأكثر من عقدين تعقبت السلطات الفيدرالية جوزمان وفي عام 1993 نفذ أول اعتقال من بين ثلاثة اعتقالات تمكن من الفرار منها مرتين مما أدى إلى إطالة القبض عليه لما يقارب ثلاثة وعشرين عاما كان إلكابو في سجن بوينتي جراندي وهو سجن شديد الحراسة خارج مدينة جوادالاخارا منذ عام 1995 محتجزا بعد أن تم القبض عليه لأول مرة في التاسع من يونيو عام 1993 في جواتيمالا كان إلكابو قد ذهب إلى ذلك البلد هربا من اضطهاد الشرطة الذي تعرض له عصابته عندما توفي الكاردينال خوان خصوص بوساداس أوكامبو في الرابع والعشرين من مايو عام 1993 أثناء إطلاق النار بين العصابات في مطار جوادالاخارا بعد أسبوعين اعتقل إلكابو على جسر تاليسمان انترناشنول وتم تسليمه لاحقا إلى المكسيك حيث أمضى ثماني سنوات في سجن أمني رفيع المستوى بما في ذلك سجن بوينتي جراندي وكان يبلي بلاء حسنا هناك حيث استمتع بالعدد من وسائل الرفاهية خلال سنواته في السجن كما كان في الخارج من طعام جيد نساء ولعب الكرة الطائرة كان الكثير من هذا بفضل رعايته ورشوته لداماسو لوباز الذي تولى منصب نائب مدير الأمن في عام 1999 وأثبت أنه أكثر مرونة من سلفه في التأكد من ثلبية جميع احتياجاته الكابو عندما وصل داماسو بدأ الكابو على الفور بإغراقه بالمال والهدايا عشرة آلاف دولار نقدا ومنزل كهدية وعندما أصيب أحد أطفال داماسو في حادث كان الكابو هو من دفع الفوتير الطبية للطفل لسوء حظ الكابو غادر داماسو بوينتي جراندي في خريف عام 2000 وسط صحابة من الشك وجهود متأخرة للغاية من قبل الحكومة للتحقيق في الفساد هناك في الثامن عشر من يناير كانون الثاني عام 2001 تغير كل شيء بالنسبة إلى الكابو عندما قضت المحكمة العليا في المكسيك بأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها تسليم سجناء مكسيكيين مثل الكابو لطالما تم رفع عقوبة الإعدام عنه وهذا كان أسوأ مخاوفه بما أن زنزانته في أحد السجون الأمريكية أصبحت فجأة أقرب إلى الواقع قام جوزمان برشوة الحراس لمساعدته على الهروب في التاسع عشر من يناير عام 2001 فتح فرانسيسكو كامبيروس ريفيرا أحد حراس السجن باب زنزانة جوزمان الذي يتم تشغيله إلكترونيا وركب جوزمان عربة غسيل وفي النهاية خرج من الباب الأمامي ثم تم نقله في صندوق سيارة يقودها كامبيروس إلى خارج المدينة وفي محطة بنزين داخل كامبيروس وافترق هناك ذهب جوزمان سيرا على الأقدام في ظلام الليل ووفقا للمسؤولين فقد تورط 78 شخصا في خطة هروبه تقول الشرطة إن جوزمان خطط بعناية اللحظة هروبه وكان له تأثير على كل شخص تقريبا في السجن بما في ذلك مديره الموجود الآن في السجن لمساعدته في الهروب يزعم أن جوزمان قام بتهرب البضائع الممنوعة إلى السجن وتلقى معاملة تفضيلية من الموظفين بالإضافة إلى المتواطئين مع موظف السجن ودفع تعويضات للشرطة للتأكد من أن أمامه 24 ساعة على الأقل للخروج من الولاية والبقاء في طليعة المطاردة العسكرية يزعم أن الهروب كلف جوزمان حوالي 2.5 مليون دولار وهكذا بدأ البحث عن إلتشابو لمدة 13 عاما بعد وفاة وسانا بل لادن أصبح أخواكين جوزمان أكثر المطلوبين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإثر ذلك تم القبض على إلكاب للمرة الثانية في 22 من فبراير عام 2014 في مازلتان بيسينالوه حيث كان يحضر حفلة هناك وأكد خيسوس مورليل رئيس دائرة الموارد البشرية أنذاك أن العملية كانت خالية من المشاكل ولم يطلق رصاصة واحدة نتيجة شهور من التخطيط والمراقبة نفذت العملية النهائية في عمارة مكونة من برجين و27 شقة حيث وصل جوزمان قبل يومين فقط دون الكثير من الحراسة بعد تلك العملية تم احتجاز مهرب المخدرات في سجن التبلانو شديد الحراسة 11 يوليو عام 2015 هرب جوزمان مرة أخرى من مركز إعادة التكييف الاجتماعي الفيدرالي حيث شهد آخر مرة بواسطة كاميرات الأمن في الساعة الثامنة ليلا بالقرب من المكان المخصص للاستحمام في زنزانته المكان الوحيد من زنزانته الذي لم يكن مرئيا من خلال الكاميرات الأمنية بعد أن لم يظهر للحراس لمدة 25 دقيقة على شريط فيديو المراقبة ذهب أحد أفراد الأمن ليتفقده عندما وصلوا إلى زنزانته اكتشفوا بأن بارون المخدرات قد هرب عبر نفق يؤدي من تحتية مكان الاستحمام إلى موقع بناء على بعد كيلومتر ونصف في حي سانتاخ وانيتا ويقع النفق على عمق عشرة أمتار تحت الأرض واستخدم جوزمان سلما للصعود والنزول إلى القاع وقد تم تجهيز النفق بضوء وأنبيب تهوية ومواد بناء عالية الجودة إضافة إلى ذلك تم العثور على دراجة نارية في النفق والتي تعتقد السلطات بأنها كانت تستخدم لنقل المواد وربما لنقل خواكين بنفسه في الثامن من يناير عام 2016 بعد أقل من ستة أشهر من هروبه حاول خواكين رشوة الضباط بعروض نقدية وممتلكات عندما رفض الضباط قال لهم جوزمان ستموتون جميعا لكن العملية استمرت وتم القبض على جوزمان رغم محاولة أربعين من رجاله تحريره من قبضة الشرطة إلا أن القائمين بالعملية تمكن من نقله هو وأربعة من رجاله إلى ضواحي المدينة ولقاء التعزيزات من أجل نقلهم خارج منطقة نفوذ العصابة تم القبض على الكابو في إحدى ممتلكاته خلال عملية أصيب فيها طفل بينما ثقد خمسة من رجال جوزمان حياتهم تم القبض على ستة أشخاص بما في ذلك الكابو أعلن الرئيس بني على تويتر اعتقال الكابو كاتبا المهمة أنجزت لقد قبضنا عليه أريد أن أبلغ المكسيكيين بأن خواكين جوزمان قد تم القبض عليه تم تسلمه في العشرين من يناير كانون الثاني من عام 2017 إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد معركة قانونية دامت قرابة عام على الرغم من أن محامي حاربوا التهم لكن ذلك لم يكن كافيا لجعل إرسال إلتشابو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمرا غير قانوني وبقاؤه في المكسيك فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام لا تنسوا إخبارنا بآرائكم في التعليقات أدناه إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم بهاليز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر